بحضور عدداً من قادة الرأي في المجتمع المدني عقد في النادي الأوثوذكسي في عبدون بعمان اجتماع تحضري خاص بالاستحقيق النيابي المقبل وخلال اللقاء الذي دعا إليه رجل الأعمال ميشيل الصايغ ألقى الناشط السياسي المهندس نضال قاقيش كلمة بيّن فيها أن الكوتا وجدت لتكون تدبيراً إيجابياً لتمثيل جميع مكونات المجتمع وأن لا تخضع للتجاذبات السياسية والاجتماعية حاثن الجميع على ضرورة المشاركة بالاقتراع يوم العاشر من شهر أيلول المقبل كحق ديمقراطي كما طالب المشاركين من قوى سياسية مختلفة عدم التأثير على رغبات أصحاب الكوتا من أبناء المجتمع الأردني وعدم التعدي على حقهم بها معرباً عن أمله بأن يكون الصوت المسيحي معيار انتخاب الأفضل والأقوى وممثلاً لهم في المجلس التشريعي القادم وتم خلال لقاء الاتفاق على تفعيل وتنشيط الدور الهام والرياد لجمعيات العشائرية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء الكنائس وفرق الكشافة واللجان الشباب والأسر المسيحية مع التأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات باعتبارها واجباً دينياً ووطنياً إضافة إلى التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المهمة اشتركوا في القناة